بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في هذه الحصة سنكمل درس أنظمة التعداد بإجراء بعض العمليات الحسابية على النظام الثنائي وأول عملية سنقوم بها هي عملية الجمع والجمع في الثنائي لا يختلف عن الجمع في العشوري ما لم يتعدى حاصل عملية الجمع القيمة واحد فصفر زايد صفر يساوي صفر صفر زايد واحد يساوي واحد واحد زايد صفر يساوي واحد وهذا بدون احتفاظ أما واحد زايد واحد فيساوي اثنين في العشوري واثنين يقابله عشرة أي صفر واحد في الثنائي لذا فإن واحد زايد واحد يساوي عشرة لكن القراءة تكون على النحو التالي أي 1 زايد 1 يساوي صفر والمحتفظ به 1 أما 1 زايد 1 زايد 1 مثلا فيساوي 3 في العشور ويقابل في الثناء 1 1 لذا فإن 1 زايد 1 زايد 1 يساوي 1 والمحتفظ به 1 ومن هنا فإن 1 زايد 1 يساوي صفر والمحتفظ به 1 ومن هنا يمكن إجراء هذه العملية الحسابية ف1 زايد 1 يساوي صفر والمحتفظ به 1 1 زايد 1 زايد 1 يساوي 1 والمحتفظ به 1 1 زايد 0 يساوي 1 1 زايد 0 يساوي 1 وللتأكد من هذه العملية يمكن استعمال الآلة الحاسبة ف1 صفر 1 1 والذي يساوي 11 في العشور زايد 1 1 والذي يساوي 3 في العشور يساوي 1 1 1 صفر والذي يكفي 14 في العشور كما يمكن التعويض هذه الإعداد مباشرة إلى العشور بتفكيكها في أساسها حيث أن 1 في 2 وصفر يساوي 1 زايد 1 في 2 وصفر أي زايد 2 زايد 0 في 2 وصفر زايد 1 في 2 وصفر والمجموع يساوي 11 أما 1 1 فيكفيه 1 زايد 2 أي 3 11 زايد 3 يساوي 14 و14 يساوي 0 زايد 2 زايد 1 في 2 وصفر 2 أي زايد 4 زايد 8 و8 زايد 4 زايد 2 يساوي 14 وبهذا فإن هذه العملية الحسابية صحيحة والعملية الحسابية الثانية هي عملية الطرح فصفر نقص صفر يساوي صفر صفر نقص واحد يساوي واحد والمحتفظ به واحد واحد نقص صفر يساوي واحد واحد نقص واحد يساوي صفر وهذه العملية الحسابية يمكن إجراؤها بطريقتين مختلفتين فصفر نقص واحد يساوي واحد والمحتفظ به واحد والصفر نقص واحد يساوي واحد والمحتفظ به واحد وواحد نقص واحد يساوي صفر وأربعة نقص واحد إذن يساوي ثلاثة الطريقة الثانية هي طريقة الاستيلاف أو الاستعارة ولأن الصفر أقل من الواحد لذا يجب استعارة واحد من الرقم المجاور ولأن هذا الرقم أيضا يساوي الصفر إذن يجب الاستعارة من الرقم المجاور لذا نقوم بإزاحة هذا الواحد نحو اليمين وواحد صفر يكافئ في العشوري اثنين وبإزاحة واحد نحو اليمين فإن اثنين نقص واحد يساوي واحد والواحد المزاح مع الصفر يساوي واحد صفر والذي يكافئ اثنين في العشوري واثنين نقص واحد يساوي واحد وواحد نقص صفر يساوي واحد وواحد صفر صفر نقص واحد إذن يساوي واحد واحد العملية الأخرى هي واحد نقص واحد يساوي صفر 0-1 يساوي 1 والمختفض به 1 0-1 يساوي 1 والمختفض به 1 1-1 يساوي 0 9-3 يساوي 6 كما يمكن إجراء هذه العملية الحسابية بالطريقة الموالية 1-1 يساوي 0 0-1 ولأن الصفر أقل من الواحد يجب الاستعارة من الرقم المجاور والرقم المجاور يساوي 0 إذن يجب الاستعارة من الرقم المجاور وبإزاحة هذا الواحد نحو اليمين يصبح لدينا 1-0 والذي يكافئ 2 في العشور نزيح 1 نحو اليمين ليبقى 1 وهذا الواحد الذي أوزيح مع الصفر يساوي 2 في العشور و2-1 يساوي 1 1-3 يساوي 1 وبهذا نحصل على نفس النتيجة العملية الأخيرة 0-1 يساوي 1 والمختفض به 1 1-1 يساوي 0 0-1 يساوي 1 والمختفض به 1 0-1 يساوي 1 والمختفض به 1 1-1 يساوي 0 وبهذا 10-3 يساوي 7 والظرف الثنائي لا يختلف عن الظرف العشوري فـ 0 في 0 يساوي 0 0 في 1 يساوي 0 1 في 0 يساوي 0 1 في 1 يساوي 1 والعملية التالية تعطينا 1 في 0 يساوي 0 1 في 1 يساوي 1 1 في 1 يساوي 1 1 في 0 يساوي 0 1 في 1 يساوي 1 1 في 1 يساوي 1 وبإجراء عملية الجمع فإن الصفر زايد لا شيء يساوي 0 1 زايد صفر يساوي 1 1 زايد 1 يساوي 0 والمحتفض به 1 1 زايد 1 يساوي 0 والمحتفض به 1 1 زايد لا شيء يساوي 1 فهذا العدد الثنائي والذي يساوي 0 زايد 2 أس 1 أي زايد 2 زايد 2 أس 2 أي 4 و4 زايد 2 يساوي 6 في 2 أس 0 أي 1 زايد 2 أس 1 أي 2 والذي يساوي 3 و6 في 3 يساوي 18 وصفر في 2 أس 0 يساوي 0 زايد 1 في 2 أس 1 أي زايد 2 زايد 0 في 2 أس 2 زايد 0 في 2 أس 3 زايد 1 في 2 أس 4 و2 أس 4 يساوي 16 و16 زايد 2 يساوي 18 والقسمة الثنائي لا تختلفه هي الأخرى عن القسمة في العشوري فصفر قسمة صفر غير معرف صفر قسمة واحد يساوي صفر واحد قسمة صفر غير معرف وواحد قسمة واحد يساوي واحد ولتقسيم واحد صفر صفر واحد صفر على واحد واحد أي 18 على ثلاثة يجب أن تكون نتيجة واحد واحد صفر وواحد صفر قسمة 11 لا يمكن إذن يجب أخذ واحد صفر صفر واحد صفر صفر قسمة 11 يساوي واحد واحد في الواحد يساوي واحد واحد في الواحد يساوي واحد واحد صفر صفر ناقص واحد واحد يساوي صفر ناقص واحد ولأن الصفر أقل من الواحد لذا يجب الاستعارة من الرقم المجاور ولهن هذا الرقم أقل من الواحد يجب إذن الاستعارة من الرقم الأخير إذن نزيح هذا الواحد نحو اليمين فيصبح لدينا عشرة والذي يكافئ اثنين في العشور وبإزاحة واحد أي اثنين نقص واحد يبقى واحد ليصبح هذا الصفر بإضافة الواحد يساوي اثنين واثنين نقص واحد يساوي واحد وواحد نقص واحد يساوي الصفر ننزل الواحد وواحد واحد قسمة واحد واحد يساوي واحد واحد في الواحد يساوي واحد من الواحد يساوي صفر وواحد في الواحد يساوي واحد من الواحد يساوي صفر ننزل الصفر وصفر قسمة واحد واحد يساوي صفر وبهذا فإن 18 قسمة ثلاثة يساوي ستة والعملية الحسابية الأخيرة التي سنقوم بها هي عملية الجمع في نظام البي سي دي فجمع خمسة مع ثلاثة في العشور يعطينا ثمانية ونفس العملية في البي سي دي تعطينا واحد زايد واحد يساوي صفر والمحتفظ به واحد واحد زايد واحد يساوي صفر والمحتفظ به واحد واحد زايد واحد يساوي صفر والمحتفظ به واحد واحد زايد صفر زايد صفر يساوي واحد واحد صفر 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 في الـ PCD يساوي 8 في العشوري العملية الحسابية الثانية في العشوري هي 8 زايد 7 والتي تساوي 15 وفي الـ PCD صفر زايد 1 يساوي 1 صفر زايد 1 يساوي 1 صفر زايد 1 يساوي 1 و1 زايد صفر يساوي 1 ولأن آخر ترميز في الـ PCD هو واحد صفر صفر واحد والذي يكافئ تسعف العشوري لذا يجب تصحيح هذا العدد لإيجاد مكافئه في البي سي دي وهذا بإضافة صفر واحد واحد صفر والذي يسوي ستفل عشوري وواحد زايد صفر يسوي واحد واحد زايد واحد يسوي صفر والمحتفظ به واحد وواحد زايد واحد زايد واحد يسوي واحد والمحتفظ به واحد وواحد زايد واحد زايد صفر يسوي صفر والمحتفظ به واحد وواحد زايد لاشي يسوي واحد وبتجميع أربع أبيات ثم إضافة ثلاثة أصفار على يسار هذا الواحد لإتمام أربع أبيات وهذه الأبيات الربعة 0101 توافق 5 في العشوري وهذه النتيجة وبعد التصحيح هي حاصل عملية جمع هذين العددين العملية الأخرى في نظام البي سي دي هي العملية التي توافق 49 زائد 25 والتي تساوي 74 فواحد زائد واحد يساوي 0 والمحتفظ به واحد واحد زائد صفر زائد صفر يساوي واحد صفر زائد واحد يساوي واحد واحد زائد صفر يساوي صفر زائد صفر زائد صفر زائد واحد يساوي واحد واحد زائد صفر يساوي واحد وصفر زائد صفر يساوي صفر ولأن هذه النتيجة تعدت الحد واحد صفر صفر واحد والذي يساوي تسعف العشوري لذا وجبت صحيحها بإضافة صفر واحد واحد صفر والذي يساوي ستف العشوري فصفر زايد صفر يساوي صفر واحد زايد واحد يساوي صفر والمحتفظ به واحد واحد زايد واحد زايد واحد يساوي واحد والمحتفظ به واحد واحد زايد واحد زايد صفر يساوي صفر والمحتفظ به واحد فهذا الواحد الذي تعد الأربع أبيات مضيفه في الخانة الأولى للعدد الموالي لتصبح النتيجة واحد زايد صفر يساوي واحد واحد زايد لا شيء يساوي واحد واحد زايد لا شيء يساوي واحد وصفر زايد لا شيء يساوي صفر وبعد التصحيح إذن تصبح النتيجة أربعة وسبعون بهذه النتيجة ننهي هذه الحصة أستودعكم الله